السلام عليكم زار والي ولاية ميلا مشروع بتاع التهيئة والترميم والتجديد انتاع قدم مسجد في الجزائر واللي تم انجبين اوه في سنة 59 للهجرة يعني اقل من 59 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هذا المسجد الان ارى قيد التجديد والترميم والعناية به لتحول الى متحف اسلامي لمنطقة ميلا اذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول هذا المشروع اللي فرحنا كتير بعد ما نطلق الان ان شاء الله هتكون العملية تحترم المتجديد تكون يعني بالمواصفات والمعايير العلمية والتقنية المعمول بها عالميا ويكون هذا يعني الصرح الديني والتاريخي الجزائر يكون في يعني متناول الزوار والموافدين لهذا المعلم التاريخي اللي لازم الحفاظ عليه والصيانته وابرازه كذلك للاجياء القديمة ولي شعب كيف بصفة عامة خليكم تابعوا الفيديو حول زيارة والي بلايات ميلا الى المشروع وما يعني الحوار اللي دار في موضوع يعني بعض الجوانب التقنية لصيانة والتجديد وال ال يعني التعزيز يعني الاساسات تعلج مع هذا إذا دخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم أول وأقدم المساجد بالجزائر شهيد على أنقاض الحضارة الرومانية بناه أبو المهاجر دينار سنة تسع وخمسين للهجرة ويحمل اليوم تسمية مسجد سيدي غانم يعرف اليوم عملية واسعة من الترميمات لما له من دلالات تاريخية عريقة المسجد بسيط بسيط بتركيبته المعمارية بسيط جدا يخلو من الزخرة هذا من الطراز المساجد التي بنيت في القرن الهجري الأول من جانب المعمارية دو شكل مستطيل مساحة تاعو ستمية وتسعة وسبعين متر وربع الطول تاعو حوالي تسعة وعشرين متر بعد مأسوفة الدراسة الخاصة بالمعلم من جميع جواربيها مختلف مراحل لها التتسح تحوي حوالي خمس مراحل اليوم يعني طلقنا في مشروع الترميم هذا المشروع سيعطيه الطابع خاص لهذا المعلم ونحافظ عليه تعرض هذا المسجد لعملية كبيرة من التغيرات محاولة من المستعمر تمسم عالمه الدينية والإسلامية وهي اليوم الجهات الوسية تعيد له الوجه اللائق ليتحول إلى مدحف وطني يروي أحداث توالت عبر أزقة المنطقة الدراسة كانت كاملة وشاملة أخذنا بأن اعتبار كل هذه جوانب التقنية في الشكل المعماري والهندسي لنحافظ على هذا المعلم الثقافي الكبير توسعة لهذا المسجد في هذه الحديقة التي تشمل على العديد من الآثار والقطع الأثرية مسجد سيظل شامخا لقرون عديدة ستوثق له سلطات الولاية ليكون حصنا ومعلما أثريا دينيا ومعلما وكما يطلقون أي نظر الانجاب الادشاء وصفية المدارة لتعطيق الوضع على وضع المساعدات على المساعدات في الوضع الوضع المعدة وخبز التعطيق الوضع على الوضع المقاطع لا يشبق أن نظر سوى بكتب حتى يشبق الفي المترجم للقناة 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 المترجم للقناة